اشتركوا في القناة لليوم جدا بسيط قررت انه نراجع السيستمات اللي اخذناهم فيما سبق خلينا نراجعهم بشكل سريع احنا اخذنا ال-digestive system, circulatory system, respiratory system, mini and lymphatic system اخذنا ال-executory system, endocrine system, reproductive system and nervous system نرجع على اول جهاز ونراجعه بشكل سريع اللي هو ال-digestive system بيشمل 8 main components, mouth, pharynx, esophagus, liver, stomach, pancreas, intestines and anus وحكينا بالميين فانكشن اللي له هي عبارة عن food brushing سواء اللي هي ingestion, digestion, absorption and elimination تمام تاني جهاز اخذناه كان عبارة عن circulatory system اللي هو بيشمل عنا ال-heart والblood والblood vessels الميين فونكشن اللي له هي internal distribution of materials توزيع الداخلي للمواد اخذنا ال-respiratory system بيشمل trachea واللنكس والأخرى بيشمل تيوب غاز اكشين سواء ابتكة اوكسجن او ديسبوزة الكاربون ديكسايد هي الميين فونكشن اللي له اخذنا ال-immuni and lymphatic system بيشمل حكينا نوعين من الليمف اللي هي lymph vessels والlymph nodes وبيشمل ايضا كمان نوع من الغدة اللي هو عبارة عن ethymus اللي هي الغدة القضرية بيشمل السبلين والبون مارو اضافة الى اللي هي ال-white blood cells حكينا وظيفته اللي هي body defense تمام اللي هي حكينا fighting of infections and cancer هيك سلنا حكينا عن اربع اجهزة خلينا ننتقل للجهاز الخامس هو عبارة عن extractory system جهاز الاخراج بيشمل عنا الكيدنيز اليuretors واليويترا واليوريلي بلدر حكينا وظيفته اللي هي disposal of metabolic waste and regulation of osmetic balance of blood تمام ننتقل للجهاز السادس اللي هو عبارة عن endocrine system اللي بيشمل ثلاث انواع من الغدد هم عبارة عن battered gland thyroid gland بالاضافة الى adrenal gland بالاضافة الى اللي هي pancreas and other hormone secreting glands حكينا وظيفته هو coordination of body activities such as digestion and metabolism الجهاز السابع كان اللي هو reproductive system بيشمل ovaries and testes and other associated organs وحكينا وظيفته هي عبارة عن reproduction هي التكاثر تم الorgan system اخذناه مبارح هو عبارة عن nervous system بيشمل اللي هي spinal cord اللي brain والنерв والsensory organs وحكينا برضه اللي هي وظيفته coordination of body activities بالاضافة ل detection of stem and formulation of responses to them نيجي لجهازنا لليوم اللي هو عبارة عن integrumentary system الجهاز اللي هو الغلافي او اسمه الجهاز اللحافي integrumentary system وبما انه اسمه الجهاز الغلافي اذا بيشمل للskin لانه احنا بيغطي اجسامنا هي طبقة الجلد فالمain function اللي هو عبارة المain components اللي هو عبارة عن skin and other derivatives يعني اللي هي الجلد ومشتقات والاخرى مثل ايش مشتقات الجلد مثل hair clothes and skinny glands مثل الشعر والمخالب المخالب هي اللي بتخص اللي هي اطراف بعض انواع الثديات بعض انواع الطيور مثل مخالب القطة اللي احنا نعرفهم او منشوفهم يعني بالعادة اذن hair clothes and skinny glands اللي هي الغدد الجلدية اذن المain components للانتقومنتر سيستم هي عبارة عن skin and other derivatives اللي هي such as hair, clothes and skinny glands طب شو هي المain functions للانتقومنتر سيستم المain functions هم عبارة عن protection against mechanical injury اللي هي حماية ضد الاصابات الميكانيكية الاصابات الميكانيكية مثل اصابات العمل بالاضافة الى protection against infection الحماية ضد العدوة و protection against dehydration الحماية ضد الجفاف بالاضافة بتعمل عملية thermal regulation التنظيم الحراري لانه احنا بنعرف انه في تحت جلدنا طبقة من الدهون وبما انه تحت جلدنا اذن هذا الاي شيء بيشمل الانتقومنتر سيستم اوكي يعني اخذنا عنه معلومات فيما سبق اذن المain functions لانه هو عبارة عن protection against mechanical injury infection dehydration and thermal regulation الله يوفيكم يا رب وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من ثلسلتنا والله ينفع فيكم اللهم اشتركوا في القناة